قد اكتشف الشعب من جزائري مؤخراً أرقام مهولة من الأموال التي نهبت دقاءة إلى وحدة عندها 500 ألف مليار تصوروا يعني الباخل هذا المال كانت جزائري فيه تسمح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية وغيرها ما نقول عفو الله على سلف نحاسبه على سلف ولكن ما نعاودوش نكره بغلطات هذين دي وحنا نجيوم جندين أكتر مما مضى لمحاربة الفسد وما تبقى قبل ما تكون مجند خلينا عاودوا نسمعوا سمعتوا كما سمعت أنا ولا رانينا ماش نسمع مليح قال خمسمائة مليار خمسمائة ألف مليار ولا قال خمسمائة مليار وقالها بالسنتيم ولا بالدينار ولا وش قال نعاودو نسمعوها غير عائلة وحدة عندها خمسمائة ألف مليار نهبتها طبعا نفترض انها سنتيم لانه لو كان يقول دينار معناها خلاص يكون فقد عقل وموش لهيه معناها خمسمائة ألف مليار المفروض يقول سنتيم لكن احنا معلش ما قالهاش نقول له باللي راهي سنتيم خمسمائة ألف مليار سنتيم مش عارف منين يجب تبون الأرقام مش عارف اللي كان مستشاريين كالناس يشوفوه يحطوا له الورق باش يقرأ لأنه هو ما يقدرش يميز ولا هو اللي رايكت في هذه الأرقام ولا المستشارين تاعوا مش عارف شمعنا خمسمائة ألف مليار سنتيم مش دينار سنتيم خمسمائة ألف مليار سنتيم بسرعانة كي سمعت الرقم علقت عليه انا كتبت تغريدات لاني رحت شفت كم راه الدولار اليوم في الجزائر لقيته مئة وستة وثلاثين دينار جيب دولار فقسمت خمسمائة ألف مليار على مئة وستة وثلاثين خمسمائة ألف مليار سنتيم قسمتها على الدولار باعتبار أن الدولار يسوي مئة وثلاثين دينار أي تلتاش نلف وخمسمائة في السوق البنك قسمت تلتاش نلف وخمسمائة دولار واحد على خمسمائة ألف خرجت لي ما يقارب وتقدروا هذه العملية تقوموا بها أو أي واحد منكم يقوم بها خرجت لي ما يقارب سبعة وثلاثين مليار دولار ستة وثلاثين فاصل سبعة إلى آخرها ستة وثلاثين مليار دولار ستة وثلاثين مليار دولار عند عائلة واحدة ويقصد هنا عائلة تحكوت لأنهم وروا ويقعوا عندهم خمسمائة سيارة منهم ميات سيارة لتسوازج مليار وثلاثين مليار سنتيم إلى آخره طيب نفترضوا أنهم راحوا لقوا غرفة مثل هذه كلها معمرة بالدينار عائلة لكن أعرف ما يقول هذا خمسمائة ألف مليار سنتيم عائلة واحدة عائلة واحدة ما يقارب سبعة وثلاثين مليار دولار أو ستة وثلاثين مليار دولار جنون هذا طبعا الرقم ليس صحيح عائلة تحكوت نهبت ونهب بلا حدود حداد حمادي علمي وقائمة كبيرة من الناهبين لي بالمناسبة كانوا أصحابه يعني كانوا يتلقى وكان هو وزير وهما ناهبين وكانوا حتى يعطي لهم كانوا وزير السكن كان يعطي لهم حتى مشاريع كثيرين منهم هذو اللي راهم الآن على أساس هما العصابات اخذوا مشاريع من عند تبون في وقت وزير السكن لكن المبالغات يتبون رهية أكاذيب أيضا يستحيل يستحيل راب راب يقولوا أنها أكبر ثروة في الجزائر وعنده حوالي ستة مليار دولار أقل شوية نفترض أن تحكوت كما راب راب عنده خمسة مليار دولار ممكن أي ما يعادل كم بدراهمنا سبعين ألف ثمانين ألف مليار ممكن ممكنة خمسة ستة مليار دولار ممكن حداد أيضا سبعين ثمانين مئة ألف مليار سنتيم ممكن يعني يوصل حتى حداد مثلا عنده ثمانية مليار دولار ما يعادل ممكن لكن خلونا من هذا الأكاذيب لأن الناس بعد ما تصدقه مش هو يقدر لي ما يعرش الحسابات وما يعرش شكون هو شكون خمسمائة ألف مليار طيب بعد جي حداد تقول له مش حال تقول له ده ثمانمائة ألف مليار نحنا عرفوا أن حداد أغنى من تحكوت أغنى بأموال شعب جزائري وعلمي كمدة سبعمائة ألف مليار وبن حمادي اللي طلقتوه عاوت كمدة أربعمائة ألف مليار ومعنى معنى ممكنوا يدو البيت جي كامل يعني الجزائر في قبل خمس سنين أو سبع سنين كان البيت جي تحوه سبعة وثلاثين مليار دولار أو ستة وثلاثين مليار دولار نحن مش صح وحتى نحن عارفين هم ناهبين وكي كانوا ينهبوا أنت كنت توازير معهم وإحنا أنا واحد منهم وإخوان آخرين كانوا يقولوا رام ينهبوا رام دمروا البلاد رام سرقوا البلاد كنتم تقهقوا وتسكروا مع بعض وتاكلوا مع بعض وتسافروا مع بعض ودروا البروجي مع بعض الآن تفكرت باللي هم الوصص خلاص ما عليش النفطة أراكم جيتوا وقلتهم الوصص كما قال المقبور قايت صالح قالك الجزائر كانت تحكوا مع إصابات صح النوم والجزائر كانت تحت سع مار ثاني اه صح النوم صح النوم لكن لا تبالغ تبول لا أحد يصدقك كما اللي جيتكم غير قلت لهم اليوم بلي جدك عاش ميتين سنة لا أحد يصدقك نعم نهبوا البلاد بشكل مرعب دمروا البلاد بشكل مرعب وأنت كنت وزير معاهم لمدة عشرين سنة وحتى ثلاث شهر نتاعه حطوك رئيس وزارة ما بعد تردوك أو وزير أول ما بعد تردوك لكن ما هيش بهذه الأعداد ما تبالغوش ما للسعيد بوتفليقة كما نهب خمسمائة ألف 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 مليار والله سعيد بوتفليقة في الحقيقة أغنى من تحكوت وأغنى من حدات لأنه كان شريك معهم قاع ما بين عشرة في المئة إلى ثلاثين في المئة بالمناسبة توفيق رهو ثاني شريك مع حداد ومع تحكوته توفيق اللي اعطيت له هو ونزار وابنه هذا قاعر مشورة كامعة لأن تحكوت وحداد ورب راب وحمادي وعلمي وكل القائمة كانت على اللصوص وإن كانوا درجات هذو قاعرهم شوركاء هذور هما كانوش قادرين يديروا هذا المال في التسعينات عندما كان الشعب الجزيري يذبح كانوا هما ينهبوا شكون اللي اعطالهم النهب الجنيرالات اللي حاكمين البلاد ومبعد الحاق عليها بوتفليقة أخوه كملوا على البقية لكن لا تبالغ لأن لا أحد يصدقك لا في الداخل ولا في الخارج أن عائلة واحدة سرقت 36 مليار دولار هذا ليس صحيح لو كان جاينا من الناس اللي يفتخروا نخرجوا ونقولوا وشفتوا قلنا لكم هاو خرج الرئيس تاحهم وقال هاو هذا عائلة واحدة دات أكثر من 36 مليار دولار 500 ألف مليار سنتيم لا ما فيش خير من الصدق ما فيش خير من الدقة ويعرف إخواني هنا أنا إنسان قد أخطئ مثلا المرليفات كنت نظن باللسة الحمد الغزالي مات لكن لما قالوا لي الناس لا رح حي هنأجي تقول لكم او حي لكن عمرنا اللي نكذبوها للناس قد نخطئ في تحليل قد نخطئ في فكرة قد نخطئ في معلومة لكن الكذب ما يديش بعيد هذا مال يكون كذاب رئيس كذاب ويأتي أي واحد الآن يقول له هاي يأتي بنا هذه المؤمنين ورأوا للناس تلفزيونات مئة سيارة أو حتى ألف سيارة نفترض أن ألف سيارة كلها تسوى بمئة ألف هاي مئة ألف أورو كم هي هذه في النهاية كم ألف سيارة بمئة ألف أورو كم عشرة ملايين مئة مليون دولار هاي خلينا نبالغوا قاعد مئة مليون دولار لو كان تكون عشرة ألف سيارة مليار دولار عشرة ألف سيارة بمبلغ مئة ألف دولار طبعا مش صحيح تحكوت ما عندوش عشرة ألف سيارة مبلغات تفقد معنى أي كلام لأن أي صحفي في الداخل أو في الخارج في الداخل اخلاس راموا كلهم تحت الرنجاس في الخارج أجانب أو جزيريين أو يقولوا وش راي يقول هذا وش كان شارب ماذا كان تبون شاربا عندما قال هذا الأمر أنه عائلة واحدة عندها خمسمائة ألف مليار سرقتها ليس صحيح تبقاوا في الحدود لا تكذبو بصح لا تكذبوش درجة هبال سوف نتوقف هنا سمحوني سوف نتوقف هنا ونحن نرجع له إن شاء الله في اللايف القادم